إذا وصلت كتلتكم إلى الحكم ما الذي ستقدمونه للناخب العراقي الذي يعيش في منطقة لا تأتيها الكهرباء غير ساعات قليلة ولا يزورها الماء إلا كل أربعة أيام السيد سعد اللامي أولا تفضل يعني السيد علي هذا الموضوع الحقيقي لا يعني بمحل سكنية ومنطقة سكنية دون أخرى العراقي الحقيقة يعاني بكل محافظات من أزم حادة في مجال الطاقة الكهربائية وكان محل اهتمام شديد حقيقة في حقبة 14-18 وبدأنا بالفعل في الشروع في التعاقد مع شركة سيمينس الألمانية باتجاه تطوير محطات العراق الكهربائية ونصب وإنشاء محطات كهربائية جديدة وهذا حدث الحقيقة في الفترات الأخيرة التي سلم بها مقاليد الحكم إلى الدكتور عادل عبد المهدي العراق الحقيقة بحاجة إلى إعادة النظر في كل منظومة الكهربائية على مستوى تقديم عمليات النقل الكهربائي حقيقة يعاني العراق الأمرين ليس فقط عمليات الإنتاج ولكن عمليات النقل الكهربائية تتعرض بين الحين والآخر لعمليات تخريب متعمدة وربما هناك الكثير من التدخل السياسي الحقيقة والجناعي الذي ممكن أن يكون للتحقيق القضاء دور أساسي في شاهدنا في الآونة الأخيرة على أقل تقديم في الشهر الماضي والذي سبق كان هناك عمليات تخريب متعمدة لذلك هذا القطاع الكهربائي ربما أيضا يتعرض للابتزاز السياسي ينبغي أن تكون القطاعات الخدمية في معزل من عملية المصادرة السياسية والاستثمار السياسي وقطاع الكهرباء يدر أموال يبدو كبيرة على من استثمر في هذا الاتجاه واستنزفت أموال ضخمة خصوصة أموال ضخمة ضمن الموازنات للسنوات في العراق ولم تستثمر بشكل جيد لعمليات نعاش أو حتى تحسين مجال الخدمة في الطاقة الكهربائية في العراق سيد أبو ميثاق تفضل نعم بكل تأكيد سوف نقدم لناخبين مشروع إخراج كل القطاعات الغير عراقية الأجنبية من الساحة العراقية والتي كان لوجودها الثقيل الذي ألقي بظلالة على ملف الخدمات في العراق ومنع هذه الخدمات من التطور منعت هذه الدول من خلال تواجدها العسكري الثقيل على الأرض العراقية منعت شركة سيمينز من تطوير قطاع الكهرباء في العراق وأرادت أن تستحوذ على هذا القطاع وحتى في حالة استحواذها على هذا القطاع هي غير راغبة أساسا في تطويره وفي إنعاشه بل هي ظالعة تماما أجندة خاصة مشبوهة أن تبقي العراق بلدا متهالكا من حيث قطاع الطاقة والخدمات وسعمنا كثيرا من الطلب لدى هذه الدول ولدى هذه الجهات بمحاولة إصلاح هذا القطاع نعتقد أنه الحل في إخراج إخراجه من الساحة العراقية تماما بالخلاص من قطاعاتهم العسكرية الجاثمة على صدور العراقيين أولا بتفعيل قانون مجلس النواب العراقي أقر قبل فترة وبعد ذلك يمكن لكل الجهود الساعية لخدمات والكهرباء في مقدمتها من دول الجوار الصديقة والتي انتخذ في لحظات مصيرية وابدت مساعدة للعراق ليست بقليلة ممكنها أن تعود ثانية لتقديم هذه المساعدة وانعاش قطاع الكهرباء كذلك التنين الصيني آت لا محالة رغم كل الأرض والعقبات التي يضعها بعض الدول الأخرى في مصدر أبو ميثا أكيدا السيدة رزان تفضلي لديك دقيقتان طبعا أول شيء لازم نستفاد من الخبرات ومجموعة من الخبراء أكيد موجودة داخل بلدنا حتى أعطهم تجارب أو بحوث نستفاد منهم لأنه حسب علمنا أعرف الدولة العراقية خاصة الوزراء المختصة بهذه المجال هم ما يستخدمون أي خبرة أو ما يستخدمون أي بحث عن طريق هذه المجموعة كموجودة نعرف ما دم خلل موجود وهذا الخلل يحتاج إلى حل حل ليس عن طريقنا كنقدر ونحن لم يقدرنا هذه الأحزاب السياسية كل هذه السنوات وطعتهم هذه الوزارات وخدمات يسيطرون وحكومات السابقة وحالية لم يقدروا يحلون هذه المشاكل لكن يجب أن يستفادون من خبرات داخلية أو دول الجوار نجحوا خاصة بملف الكهرباء ملف التعليم ملف الصحة يعني يمكن أحسن منا مع العلم ووضع الاقتصادي هما أسوأ من الوضع الاقتصادي مالتنا أما هما اعتمدوا على هذه الخبرات الداخلية حتى قدروا ينجحون احنا أول شي لازم نهتم بهذه المواضيع وهم نستفاد من هذه الدول كدول الجوار موجودة أو دول الأخرى دول الأجنبية هم ممثل هالسك الشركات هم فقط يأخذون الفلوس بدون أي عمل لأن هذه الشراكات وهذه الفساد موجودة من داخل العراق يعني أي شركة يأتي إلى العراق لازم 80% يستفاد لو وزراء لو أشخاص داخل هذه الوزراء فقط 20% وهذه 20% هذه الشركات ما يقدرون أي خدمة هم يوصلون إلى دولة عراق يعني من هذا لازم نشتغل على هذه الطرق السيد نبيل ذات السؤال تفضل بالرد بدون شك قطاع الكهرباء قطاع مهم جدا تعتمد عليه بقية القطاعات الصناعية والخدمية الأخرى و أيضا قطاع مربح لذلك ترى الشركات العالمية تتنافس في الحصول على عقود لإنشاء شبكات أو توريد معدات كهربائية وما شبه ذلك قد تتعلق الأمر بنا يجب أن نعمل وفق رؤية وطنية في كيفية الاستفادة من هذا التنافس ما بين هذه القوى الدولية المعروفة التي تسيطر على الأقل المعروفة في مجال الصناعات الكهربائية حتى الآن أعتقد أن مشكلة الفساد هي التي تلعب الدور الأساسي وليس المصطحة العامة أو البحث عن المصطحة العامة في كيفية توفير الطاقة الكهربائية مع الأخذ بنظر للاعتبار زيادة الحاجة إلى الإنتاج من الطاقة الكهربائية بسبب زيادة عدد الزكان والفعاليات الأخرى في العراق هذا الموضوع لا يمكن أن يحسم إلا إذا كان التفكير باتجاه التحقيق المصلحة الوطنية وليس تحقيق مصلحة قوى سياسية معينة أو حزب سياسي معين أو لعساب دولة معينة دون دول أخرى يجب أن نتعلم كيفية التعاون مع مختلف دول العالم سواء كانت البعيدة أو القريبة وطبعا القريبة عادة تفضل إذا كانت الخدمات تستوفي الشروط التي تحقق المصلحة العامة من وراء الكهرباء أو غير الكهرباء في الأوقات التي يحتاجها العراق المهم أن نبحث عن مصلحة العراق أولا في هذا القطاع والقطاعات الأخرى وليس مصالح هذه الشركات أو الدول التي بدأت تعتاش على حساب العراق ترجمة نانسي قنقر